في ظلال السيرة مواصفات ليست لأنثى تخرج أم جميل تلعن وتشتم وتتلفت في الطرقات وتسأل فيخبرها السفهاء أن مبتغاها هناك عند الكعبة فتهرول كالمعتوهة نحوها وهي تولول بكلمات الكفر مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا ترددها كلبلها وعندما تصل تشد يدها على الحجر فلا ترى إلا أبا بكر فيراها أبو بكر ويقول يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقرأ النبي قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وتقترب وتتلفتك الأفعى ولها فحيح تحدق تبحث ثم تصيح بأبي بكر وتستجوبه ورذاذ الحقد يتطاير من فمها يا ابن أبي قحافة إني أخبرت أن صاحبك هجاني ما شأنه ينشد في الشعر فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر فقالت أليس قد قال في جيدها حبل من مسد فما يدريه ما في جيري فهمس النبي عليه السلام لأبي بكر قل لها ترين عندي أحدا فإنها لن تراني جعل بيني وبينها حجاب فسألها أبو بكر فقالت أتهزأ بي ابن أبي قحافة والله ما أرى عندك أحدا ثم ولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها هكذا شكرا